بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم انتهت مراحل باكالوريا 2022 وخلاص جاءت العطلة الصيفية والناس يعني خلاص ريحوا نساوهدك التعب وهدك الإرهاق تعب باكالوريا 2022 وكل هدك الاستخاس هديك الحفيظة اللين مي بلانج هذه المرحلة هي من أصعب المراحل التي تمر في حياة الإنسان كلنا مرينا بمرحلة الباكالوريا وكلنا عشنا نفس الإحساس اللي عشته هنتوما كتلاميذ ولكن الآن السؤال الذي يطرح نفسه ماذا عن تلاميذ السنة الثانية ثانوي هل هذا هو الوقت اللي تبدأ فيه المراجعة ولا خلاص يعني دروق راكو فاكنس راكو غيربو خليوا حتى تدخلوا تقراوا وعاودوا بدأوا لغيفيزيون لغيفيزيون تكملة للسنة الثانية ثانوي في جميع الشعب كسوال أدبيين ولا العلميين ولا التقنيين إلى غير ذلك ففي هاد الفترة بما أنو انتوما راكووا واقونس وراكووا قاعدين وراكووا مرتاحين أنا جون دمونت باك تروحوا وتحلوا الكراريس والكتب وتراجعوا وتحفظوا نون سي با كمسا ولكن لازم عليكم على الأقل تلقوا نظرة شاملة على الدروس اللي قريتوها في الدوز يماني وتلقوا نظرة نظرة شاملة على الدروس اللي رايحين تشوفوها في الدوز يماني يعني مثلا تدخلوا للقناوات على اليوتيوب وتشوفوا هكذا أبا بخي واش رايح يكون البرنامج تع السنة الثالثة مثلا واش هي الدروس اللي رايحين تشوفوها وتحوسوا على النقائس اللي عندكم مثلا نتكلم على تلاميذ الأدبيين إذا كانوا عندكم نقائس في مثلا اللغات الأجنبية فمثلا في فصل الصيف في هاد الفترة سي المومان اللي طوروا فيهم المهارات تنتعكم ولي كونيسانس في اللغات الأجنبية مثلا اللي ما يعرفش الانغلي اللي ما يجيبش فيها نقاط يحاول أنه يطور الفترة في اللغة الإنجليزية ولا في اللغة الإسبانية ولا في العربية ولا في أي مادة نفس الشيء بالنسبة للعلميين اللي شايفين رحهم ضعاف شوية مثلا في السيونس في المات في الفيزيك هذا سي المومان اللي تبدأ وتراجعوا فيه وتطوروا من نفسكم وتحسنوا من المستوى نتعكم وتلقون كما قلت نظرة شاملة على البرنامج تاع السنة المقبلة لأنه الوقت رح يمر بسرعة كبيرة ركو تشوفوا باللي غير بارح سيتي لغانتخي سكولير اليوم رانا في لفاقونس عود غدواج جي لغانتخي سكولير ف يجب أن تفتح من هذه الفترة هذه الفترة هي فترة راحة ولكن كذلك فترة باش تصحوا فيها الأخطاء اللي عندكم وتصحوا فيها النقائص اللي عندكم تشوفوا انتوما فاش نقصين وتحاولوا انكم تحسنوا المستوى انتاكم كذلك من بين النصائح اللي نعطيها لكم هيا أنو ما لازمش تفوتوا الوقت غير في اللهو وفي اللاعب وفي البحار وفي الفاقانس وتنسوا باللي عندكم امباك أنا جوندي با باللي من ضروق لازم تستخيسي ونو ماشي من ضروق ولكن دايما نحطو في بالكم باللي العام الجاي ستيناني تخي سيفر يعني لازم تكونوا محضرين نفسكم نفسيا وجسديا للسنة المقبلة لأنه الباكالوريا ماشي حاجة هيينة فهذه بعض النصائح اللي أعطيتها لكم نتمنى أنو يكون فاتكم الفيديو سي وزاري نبورتكال كيستيون خلوها لي في الكومنتر ترجمة نانسي قنقر